دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى تشكيل لجنة أزمات أوروبية لتوزيع المهاجرين وأوضح كونتي أنه وجه دعوة لأن تصبح إدارة المهاجرين وإعادة توزيعهم في أوروبا ممارسة لا تعتمد على اتصالاتهم بشركائهم بل تعهد إلى لجنة وزارية أو لجنة الأزمات تحت إشراف المفوضية الأوروبية التي تكون بعد ذلك وسيطا بين مختلف الحكومات مشيرا إلى أنه حال الموافقة على المقترح فإن اللاجئين الحقيقيين الذين سيمتلكون الحق بالقدوم إلى أوروبا